بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معدنا مع محاضرة جديدة من محاضرات قناة مستر طريق سعد وان شاء الله النهاردة هنبدأ مع بعض سلسلة جديدة من سلسلة محاضراتنا وهيكون السلسلة عنوانها تعلم أدوب إليستريتور وهو من البرامج الجرافيك المهمة جدا قبل كده اتكلمنا في سلسلة كول الدرو وتكلمنا في سلسلة الفوتوشوب وان شاء الله النهاردة مع بعض هنبدأ رحلة جديدة شايقة مع برنامج أدوب إليستريتور قبل ما ابدأ في برنامج الأدوب محتاجة تكلم بس مقدمة المحاضرة دي هتكون مقدمة ان شاء الله من المحاضرة الجاية هنبدأ نشتغل برنامج بشكل عملي لازم أعرف تصميم الجرافيك كشغل هو بيكون مسج بين كلمات ورسومات وصور بيتم ده بطريقة متكاملة يعني مصمم الجرافيك اللي بيشتغل بيكون عنده كلمات عايز يعبر بيها رسومات وصور لازم دول يتكاملوا مع بعض في التصميم بحيث يتم توصيل الفكرة من وراء التصميم أنا عايزة أقول إيه؟ عايزة أوصل للمشاهد أو الشخص اللي هيمسك تصميم ويتفرج عليه عايزة أوصله إيه؟ ده يعزز للإبداع والاحتراف لازم يكون عندي أفكار مبتقرة وعرض قوي للصور عشان أبدأ أشتغل في تصميم الجرافيك ونفذ الكلام اللي أنا قلته ده هتواجه نوعين مختلفين من التصميمات في تصميم اسمه صور نقاطية أو البيكسل أو البيتماب وفي تصميم اسمه الفكتور طيب أنا عايزة أتكلم الأول عن النوعين دولت وبعد كده هبدأ أقول للإستيريتور تابع عنه نوع منهم ونبدأ نشتغل في البرنامج المقدمة دي مهمة جدا عشان تفهم إنت هتشتغل إيه؟ وهتعمل إيه؟ أولا الصورة النقاطية أو البيتماب هي صورة بتتكون من مجموعة متجاورة من النقاط اللونية بنسميها بيكسل والبيكسل هو أصغر نقطة يمكن عرضها على الشاشة وتكون النقطة فيما بينها بتكون النقطة فيما بينها شبكة متربطة نقطة جنب نقطة جنب نقطة بيكون لكل بيكسل لون معين وفي الآخر مجموعة البيكسل دي كلها بتكون الصورة كلها يختلف عدد البيكسلات التي يمكن عرضها على الشاشة حسب درجة وضوح الشاشة من درجات الوضوح الشائعة مثلا 600 في 800 وفيه أعلى من كده كمان فيه 1024 في 768 وفيه 1200 وفيه 2000 وفيه فيه فيه كتير لما أنا أقول لك 600 في 800 معناها أن بعرض 600 بيكسل أو 600 نقطة لونية طولا في 800 نقطة عرضا يعني أن أنت تستطيع عرض 480 ألف بيكسل في نفس الوقت ده ربط الاثنين في بعض طيب الصورة النقاطية لأنها بتتكون بيكسلات متجاورة أو نقاط لونية متجاورة ده بيجعل من الصعب تكبيرها أو تصغيرها دون أن تتأثر دقتها هتقابلني هنا في الصورة البيكسل مشكلة مشكلة دقة وضوح الصورة إن لو حبيت أعمل تكبير أو زوم للصورة هيحصل مشكلة عندي لأن الصورة هنا زودت الحجم البيكسل إذا تبدأ تتأثر وتبقى الصورة غير دقيقة وغير واضحة صور البيكسل كمال بيطلق عليها صور الراستر عشان يبقى المصطلح عندي بيكسل أو بيت ماب أو راستر يعبر عن صور النقاط اللونية طيب شايفين الصورة دي؟ لو أنا تخيلت معكم الدايرة الصغيرة دي؟ لو عملت زومينج لبعض المناطق فيها بحجم كبير هلاحظ هنا هنا ما كانتش بين البيكسل في الدايرة الصغيرة لما عملت زوم بدأ يظهر التعروجات أو البكسلة أو النقاط اللونية بدأت تظهر والصورة بكسلت نظام صور البيكسل هو النظام الأكثر انتشاراً معظم الصور اللي بنشوفها على النت صور الكاميرات والخلفيات بتاعت الويندوز كلها بتعتمد على نظام الراستر أو البيكسل اللي قلنا بيتكون من بيكسلات صغيرة الحجم وخلي بالك كل ما تزود عدد البيكسلات بتزيد جودة الصورة لكن ده بيؤدي لمشكلة زيادة في حجم الصورة يعني مش معنى انا هفضل ازود في البيكسلات لا الحجم هيزيد معي بحجم كبير قوي تمام؟ ما فيش عندي مشكلة بتظهير حجم الصورة اللي بتشتغل بنظام البيكسل لكن المشكلة هتظهر لو عملت زوم أو كبرت زي ما قلت في الصورة اللي فاتت لو اكبر الصورة تبدأ البيكسلات بالظهور كمربعات صغيرة مما يعطي الصورة منظر قبيح وهو ما يسمى بالصورة المبكسلة يقول لك الصورة بكسلت جاي من كلمة بيكسل أو نقطة لونية على الرغم من نساوي الراستر أو البيكسل كحجم كبير مقارنة بصور الفيكتر اللي هنعرفها كمان شوية وعدم القدرة على تكبيرها أو حتى تحويلها الفيكتر بسهولة لأن النظام بتاعها يتميز بميزة تعديل ومعالجة الصور باحترافية عالية يعني زي برنامج الفوتوشوب كلنا بنعرف فوتوشوب خلي بالك الفوتوشوب يشتغل بنظام البيكسل أو الراستر طيب ايه الصور والبرامج اللي بتشتغل بالبيكسل يعد برنامج الفوتوشوب من أشهر برامج البيكسل طبعا لو حبيت ترجع لفوتوشوب وتتعلمه راجع معي سلسلة تعليم الفوتوشوب من السفر في القناة بتاعتنا مستر طريق سعد طب من أنواع صور البيكسل أو البيتماب أو الراستر صورة بيكون امتدادها بي م بي ودي صور الويندوز ده الامتداد الافتراضي لبرامج الويندوز في صورة بيكون امتدادها بي سي اكس اللي هي بنت بروش وده برنامج جرافيك اسمه بينت بروش فيه صور التي اي اف اف صور التي اي اف اف اللي هي تشتغل مع بعض الانظمة المخالفة للويندوز بالذات بيستخدمها في المطابع جي بي اي جي ومن اشهر صور اللي بنتعمل بنها الجي بي جي صور الجي بي جي اللي هي الجوينت فوتو جرافيك اكسبيرت جروب وهي صور المتاحة وموجودة دايما بتعمل كل البرامج الصور العادية وعندي الجي اي اف كمان صور الجي اي اف اللي هي جرافيكس انترشينج فورمات الصور المتحركة اللي فيها انيميشن كلها صور بيكسلز كمان البي اني جي وهي صور زاد خلفية شفافة برضو صور بيكسلز وصور البي اس دي اللي هي الاضب فوتوشوب يعني انتداد برنامج الفوتوشوب وكمان فيه سي بي تي وهي بتعمل تحت برنامج اسمه كورل فوتو بيند كل الانواع دي هي صور بيكسلز وبتتعاملوا عبرنامج الفوتوشوب كمان طيب صور الفيكتور باي عايزيني اعرف الفيكتور قالك الفيكتور هو مختلف شو عن الفيكسل الفيكسل نقاط لونية لكن الفيكتور نظام يعتمد على الخطوط والمعادلات الرياضية يعني وانا برسم خطوط او منحنايات او دوائر تنتج رسومات جنبا الى جنب اعتمادا على معادلات بينشئها البرنامج يشكل خط او مسلس او مربع او منحنة كيرب وبتالي ممكن ارسم اشكال اكثر تعقيدا هنا بلاحظ انها لا تتأثر بالتكبير الصورة لا تتأثر بالتكبير وتبقى حوافها ناعمة وواضحة مهما زات حجمها او صغر يعني بص معاي كده الصورة دي فيكتور خدت مقطع وكبرت مهما كبر الفيكتور لسه الصورة ايه محافظة على الجودة بتاعتها تب هنا دي صورة الراستر او البيكسل نفس الصورة لو هي بيكسل لو عملت تكبير هتبدأ تبكسل الحواف بتاعت الصورة نفس الكلام صورة دي دي صورة راستر وصورة فيكتور ايه البرامج الفيكتور وانواع الصور بتاعت الفيكتور من البرامج اللي بستخدم فيها انشاء الصور المتجهة او الفيكتور برنامج الادوب الاستريترو اللي هو موضوع السلسلة بتاعتنا دي وبرنامج الكورل درو وبرضو اللي عايز يتعلم كورل درو يرجع لسلسلة تعلم كورل درو في القناة بتاعتنا هيا لاقي سلسلة موجودة من انواع صور المتجهات بقى امتداد مشهور او اسمه EBS وده بيشتغل على كذا برنامج ويشتغل على الإلستريتر اشتغل مع برامج كتير قوي الAI وده الامتداد الرسمي لبرنامج الإلستريتر الCDR وده الامتداد الرسمي لبرنامج الكورل درو ديف اكس او امتداد الأوتو كاد برامج الرسم الخاصة بأوتو كاد برضو هي برامج فيكتور او ملفات فيكتور الCFG هي برضو رسومات متغيرة الحجم وبنستخدمها مع برامج كتيرة ممكن مع الإلستريتر ممكن نستخدمها في برامج كتيرة جدا تستخدم تكنيك الفيكتور في الصور بتاعتي تمام برضو لاحظ هنا حاجة فيكتور وهي حاجة راستر اعملت زوم او فيكتور ارت بالABS شايف الشكل وشوف نفس الصورة لو خطتها جي بي جي او جي او جي عيف او بي اني جي وكبرتها هتكون بالشكل ده نفس الكلام الراستر هو حرف الاس هنا في جي بي جي او جي عيف او بي اني جي وبكسل عشان ده بيكسل لكن هنا فيكتور بيجي بالشكل ده الخلاصة بتاعتنا ان الفرق بين الرسومات الموجهة الفيكتور ورسومات النقاطية راستر هو ان الاخيرة اللي هي الرسمات النقاطية تتكون من وحدات البكسل المصطفى جنبا الى جنب بالوان مختلفة لتشكل صورة اما الرسوم الموجهة عبارة عن مسارات وخطوط غير مصنوعة من البكسل ولذلك يمكن تكبرها وتصغيرها دون خسارة الجودة لذلك عليك ان تستفيد من هذه الخاصة من خصوصات في تصميم الشعارات والمطبوعات باستخدام برنامج الفيكتور زي ما قلنا ان اشهر برامج الفيكتور الادوب اليستريتور والكوريل درو كوريل درو راجع السلسلة بتاعته من قناة مستر طريق سعد تابع معنا السلسلة الجديدة دي ان شاء الله اللي هنقوم فيها بشرح اشهر برامج المتجهات وهو برنامج الالستريتور او الادوب اليستريتور وبرضو مقارنات بين الراستر او الفيكسل والفيكتور ادئي الفيكتور جودته عالية ومش بباكسل وادئي الراستر الباكسلة واضحة في كتير زي ما احنا شايفين فيكتور وراستر والى لقاء في المحاضرة اللي جاية لا تكون اول محاضرة عملي في كيفية استخدام برنامج الادوب اليستريتور وشكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته